كلمتني على المجتمع السعودي اللي بترى انه ممكن الانفتاح يكون في جزء كبير بيتعاطى معه بشكل كويس المشكلة في الاقتصاد او كده لكن هل هذا التعاطي ممكن يكون مع التطبيع اللي حقيقة اعتقد لا يستطيع احد دلوقتي انه يخفله على قدم الوساق واللي بيجرد لي الترويج في المملكة العربية السعودية بشكل كبير طبعا ده حصل عندنا من بدري من زمان واللي درجة انه القبض على الناشطة حقيقة اللي تحدثت فقط بكلمات محترمة جدا عن رفضها للتطبيع هل المجتمع السعودي قابل لهذه النقلة كما هو يتقبل كما ترى حضرتك النقلة الثقافية او الانفتاح المجتمعي شفر المجتمع المصري رفض التطبيع ولكن قبل ضمنا بالتطبيع لانه عنا له استعدت سيناء فكان فيه شيء مقابل شيء طب انا كسعودي تطبيع الشعبي احنا متحدث عن تطبيع الشعبي التطبيع الشعبي كان في مصر فاتر ولكن قبل كسياسي كسياسيا وقبل يعني حتى الشارع المصري لم ينطفض ضد التطبيع إلا خلال تلك المظاهرات بعد ثورة يناير لان المصر العادي حيقول هو رقعنا سيناء مش كده رقعنا سيناء فمقابل رجع سيناء في سفارة للإسرائيليين في القاهرة والتطبيع المصري الإسرائيلي ما ذهب بعيد جدا يعني في الأشياء قليلة التي حصلت نجي عندنا نحن السعوديين لو حصل تطبيع مقابل ايه؟ ما عندنا أراضي محتلة لدى إسرائيل يحاول البعض بعض المثقفين السعوديين وجيوش السوشال ميديا تويتر أن توحي للسعوديين بأن نقبل التطبيع مع إسرائيل مقابل أن تساعدنا إسرائيل في إبعاد إيران على المنطقة أوكي على علات هذه النظرية وسوء أقلاقها وتبرا بس موجود لنقول بها هل إسرائيل سوف تخرج إيران من المنطقة؟ بالطبع لا الإسرائيلي لن يحارب من نيابة عنها أقلاقا قضية مواجهة إيران يجب أن تكون قضية السعودية الإسلامية الوطنية لحماية أمن السعودية السعودية البعد الاستراتيجي لها حدده رسول الله الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم بارك في شامنا ويمننا فالشام واليمن هم اللي بيحطوا بالمكر هم اللي بيحيطوا بالمكر بي السعودية فكيف تقل المملكة العربية السعودية بهيمنة إيرانية على شامنا وعلى يمننا الطريقة لإخراج النفوذ الإيراني سمحني هل ما لم تكن السعودية سبب في هذه الهيمنة؟ سبب رئيس في هذه الهيمنة؟ طبعا عدم موجود خطة سعودية ناجعة خلال السنوات الماضية سمحت لإيران بالتمدد ويجب أن نعترف بأنه إيران سبب أخطاءنا كلنا بسبب أخطاءنا أين التعاون السعودي التركي؟ في حالاته الأدنى ناس تفقلت جدا كان فيه مشاهد غزل متبدلة وفيه أداء قوي جدا انتهى كله مع أحصر قطر شوف أداءنا في اليمن أين تحالفاتنا مع أشقاءنا في مصر أو في باكستان أو غيرهم لكي نخرج النفوذ الإيراني من اليمن اختلافنا حول دور التجمع اليمني للإصلاح وهم قوة شعبية هائلة جدا في اليمن هذا كله أدى إلى عزنا عن إخراج إيران من شامنا ومن يمننا فبالتالي لابد عادة النظر في تلك السياسة والبحث عن سياسة أخرى أما أن نأمل بأن ترامب سوف يقوم بهذه المهمة بالنيابة عنه حتى لو أراد لن يستطيع إيران ترامب حاليا محبوس في قضاياه الأمريكية المحلية ودفاعه عن مستقبل رئاسته أمام هجمات التحقيق التي يقودها المحقق مولر الأمر الآخر أن المزاج الأمريكي ضد أي عمليات عسكرية أوسع مما هو موجود فلا يتخيل أحد يفترض أن الأمريكي سوف ينزل بقض وقضيض لكي يحارب الإيراني الإيراني الآن بيشتري مناطق شاسعة في دمشق بيبني جامعات بيبني مدارس بيبني مستشفيات الإيراني الآن بيخطط لوجود طويل الأمد في شامنا كيف يقول مسؤول سعودي أن علينا أن نقبل ببشار الأسد وقد قالها مسؤول سعودي القبول ببشار الأسد هو القبول بإيران فالسياسة السعودية بحاجة إلى 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 خريطة يقف عليها استراتيجيين ويعيدوا التخطيط لها مرة أخرى لكن حتى مع هذا الدور أو زي من تقول حذرك شايف أنه مبرر في بعض التوجهات يعني أنه غضي طرف عن إسرائيل عشان إيران وأمريكا تحارب إيران لكن حتى في المستوى الأدنى يعني مثلا فلنأخذ على سبيل المثال قضية القدس قضية القدس التعامل الشعبي يعني أو الرموز الشعبية وكذا نتعارب لم يصدر صوت من المملكة العربية السعودية لأنك قفلت كل الأسوات كل الأسوات بتتحدث أن الفلسطينيين دول فيهم والإسرائيليين عمرهم عملونا مشكلة وحديث كان صادم جدا الأكثر من هذا الضغوطات اللي اتعاملت من مصر والسعودية ومسر على الملك عبد الله وابو مازن حقيقة واستدعاقهم في اللحظات الأخيرة قبل مؤتمر القمة الإسلامي اللي كان هنا في اسطنبول لإفشال القمة وإفشال أي شيء لقدس لم تزر كلمة واحدة مصرية أو سعودية حقيقة عن القدس بجد أنا بكلم عن كلام اللي بجد نعم 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 فده كمان إيه علاقته بإيران يعني آخر عارف حضرتك زي دي ورقة التوت القدس دايما بقوله قد أكون مخطئ كلمني الأول عن موقفك من القدس وفلسطين وبعدين تعالى نتكلم أعرف أنت فأني مربع انسى كل الاتفاقات الباقي حتى ورقة التوت لا يتم التمسك بها سيد دمال كيف أنا عيش لا شك وهي قراءة خاطئة تماما يعني الممكة العربية السعودية من موقفها من قضية فلسطينية معروف ويبدو أنه بعد اللغة الذي حصل صدر بيامي الديوان الملكي أعاد الممكة العربية السعودية إلى مربعها الأصلي الذي يؤيد القضية فلسطينية تأييدا كاملا غير مشكوكا فيه ويؤيد القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية بدون مؤطعتك آسف أتمنى ما أقطعش حبل أفكارك فاطمة بتقولك السياسة السعودية انتهت دي بعد الرسائل طبعا جايلك 100 رسائل رهيبة أنا مش عايزة بوز تسهل سنة كمان عندنا حاجة على التطبيع في تونس بتقولك السياسة السعودية انتهت بانتهاء الحصيف السياسي لها سعود الفيصل تتفق أم تختلف فاطمة شيري سعود الفيصل مفتقد لا شك في ذلك يعني لما أنا أسمع بيان من الخارجية السعودية وهو يقول بأن ما جرى من تلاثن ما بين وزير سعودي ووزير كويتي لا يخرج عن المألوف صدمتني تلك العبارة فلعم سعود الفيصل يفتقد سعود الفيصل لكن على كل حال السياسة السعودية الرسمية لا يقررها وزير خارجية أي أن كان يقررها الملك ناديا سان رايز هالخاشقي مرضي عليه من السعودية لماذا لا يستفيدوا بخبرته لا أنا قاوب أنا يعني هو مش يعني يعني فأ يعني إن شاء الله يعني مش عارف والله أقول لك أنا أتمنى إطلاق الحريات حتى المسؤول يستفيد من خبرة الجميع على ذكر لو تسمح لي في دقيقة أقل من دقيقة على ذكر سعود الفيصل حقيقة تذكرت موقف لعبدالله الفيصل اسمه الأمير عبدالله الفيصل حقيقة والفرق الكبير لشان بس اللي بيحصل متعلق بالنادي الأهلي سمحني وليس أتخرج الموضوع يعني أمير عبدالله الفيصل كان رئيس شرف في النادي الأهلي المصري حقيقة وكان أداء الرجل اللي أنا أذكر على أحدا أكثر من رائح وراقي ويتناسب مع البرنسات يعني البرنسات كده البرنس الحقيقي تشعر أنه برنس وقدم للنادي الأهلي الكثير والكثير حقيقة وكان داعم جدا للراحل الله يرحمه صالح سليم والنادي الأهلي والصالة الأمير عبدالله الفيصل وللنادي الأهلي وحمل أهلي بفضل الله عز وجل في سنوات طويلة جدا من أي هزات ولم نسمع صوتا أنا على مستوى الشخصي ما سمعتش أي حوار الأمير عبدالله الفيصل بيتعدد فيها النادي الأهلي بكل خير من بعيد بعيدا من التدخل من النادي الأهلي كان هذا في الماضي النهاردة سمو الأمير هو أمير تركي ألي الشيخ لا هو ش أمير مش أمير سيد تركي ألي الشيخ معالي 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 سيد تركي ألي الشيخ هو الرئيس شرف النادي الأهلي في وجود الخطيب البشهد مختلف تماما يا جماعة يعني حقيقة لازم نعترف بده مختلف تماما استمعت المكالمة لمعالي السيد تركي ألي الشيخ حقيقة مسيئة ومهينة للنادي الأهلي وبيتدخل في النادي الأهلي ويمني على الخطيب وبقول للخطيب أنه فيه بعض الأصوات حقيقة اللي لازم ما تنتبهشي لها في مجلس النادي وناخد حقنا ويبدو أن فيه ناس بتحارب ويحضر في المقصور الرئيسي حقيقة مشهد مختلف تماما عن الأياد النعيمة يعني البيضاء والنعيمة لسمه الأمير عبدالله الفصل حقيقة واللي كان رئيس شرف واللي قدم أضعاف مضعفة في تقدير المتواضع اللي ممكن أي حد يأديهم بعد كده